الإنسان يستثمر هذه الأيام المباركات في شهر رمضان الفضيل ليتصالح مع الله جل جلاله بالتوبة بالعودة إلى الصراط المستقيم وقد سمعنا لفضل الشيخ هو يقرأ من سورة النساء خاصة الآية 69 التي تشرح لنا آية في سورة الفاتحة ونقرأها في كل ركعة يهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم جاء البيان القرآن في سورة النساء الآية 69 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لذلك المسلم الذكي الفطن هو الذي يتصلح مع الله عز وجل بالتوبة بالاستغفار بالتزام التوحيد بالتزام العبادات والطاعات والقربات وبالتزام الأخلاق التي تجعله إنسانا سويا يتناغم وينسجم مع جميع الكائنات مع جميع الموجودات وبذلك يحقق سعادته في دار الدنيا تمهيدا للسعادة الأبدية في دار القرار بارك الله فيكم دكتور